قبل الغزو الروسي واسع النطاق، كانت تعيش الدميلة في منطقة الوهانسك، وهناك عملت في شركة توزيع الغاز، وتقول إنه عندما تم إجلاؤها إلى دنيبرو في أبريل من العام 2022، كانت تأمل أن لا يستمر هذا الوضع لفترة طويلة، وفي البداية لم تفكر في العمل، وكانت تخطط العودة إلى مدينتها وإلى حياتها القديمة، لكن بعد الأخبار الواردة من الجبهة، أدركت أنه يتعين عليها التكيف مع الوضع الجديد في المكان الجديد. لذلك عندما شاهدت إعلان توظيف في أحد المتاجر، ذهبت على الفور لإجراء مقابلة، وبعدها تم إرسال الودميلة للتدريب، ومن ثم التحقت بالفترة التجريبية. لقد قمت بالتدريب لمدة أسبوعين، وفي البداية كان التدريب لفترة قصيرة ثم لفترة أطول، بحيث يمكنني أن أشعر بأنني متمكنة من العمل لاحقاً على نقاط الدفع، نظراً لأن المتجر كبير جداً وهناك الكثير من الزبائن. وجد أوليك نفسه أيضاً يعمل في السوبرماركت، حيث انتقل إلى دنيبرو من مدينة سيفرا دنيتسك، والتي تحتلها القوات الروسية منذ ما يقارب عامين. ويقول إنه كان يقوم بعمال تنسيق الحدائق، ولكن عندما ظهرت الحاجة لإعالة أسرته كان مستعداً لأي شيء، لذلك أصبح حارس أمن في أحد المتاجر الكبيرة. يمكنني القول بأنني سابقاً اعتدت أن يكون لي موقف يقلل من شأن رجال الأمر. هنا كان علينا نبحث عن عمل بشكل عاجل، وهنا انتهى بي الأمر بالصدفة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنني حققت هدفي الذي عملت من أجله. وبحسب الإحصائيات، يوجد داخل المتجر الواحد موظفان من النازحين داخلياً في منطقة دنيبرو بيتروفسك. يمكننا حتى لو لم تكن لديهم خبرة في العمل، نحن نعلمهم ونريهم ونخبرهم عن طبيعة العمل. وعلى مدار العامين الماضيين، وجد 60% من الأشخاص الذين لديهم وضع النازحين داخلياً عملاً رسمياً في مدينة دنيبرو. وحالياً يوجد حوالي 180 ألف نازح في المدينة، ويصنف نصفهم على أنهم قادرين على العمل. هناك وظائف شاغرة في المدينة، هناك حاجة لتخصصات العمل، وبالتالي لكل من يريد أن يحصل على العمل، هناك عمل في المدينة. يقوم مفتشو العمل باستمرار بنشر معلومات حول الوظائف الشاغرة في الملاجئ، وأماكن صرف الإعانات، وفي الإدارات العسكرية، وكل ذلك حتى يتمكن النازحون داخلياً من العثور على عمل مناسب. أداد ناتاليا جوساك، بلاديمير تشينجيلوف، لقناة يو اي تيفي عربية.